موسيقى الطيار المتردد هو طيار متغير الشدة والاتجاه هو طيار متغير الشدة والاتجاه إذن هو طيار تزداد شدته ليصل لنهاية عظمة ثم يقل وينعدم ثم يقل وينعدم ثم يعكس اتجاهه ثم يزداد ويقل وينعدم بما يتميز الطيار المتردد عن الطيار المستمر واحد طبعا المحول من وظائفه أو استخدامه رفع أو خفض الجهد المتردد رفع أو خفض الجهد المتردد إذن يتميز الطيار المتردد أنه يمكن رفع أو خفض جهده يمكن رفع أو خفض جهده بعكس الطيار المستمر لا يمكن رفعه أو خفض جهده بما أن الطيار المتردد يمكن رفعه أو خفضه إذن يمكن نقله إلى مسافات بعيدة يمكن نقله إلى مسافات بعيدة الطيار المتردد يمكن نقله إلى مسافات بعيدة بعكس الطيار المستمر لا يمكن نقله مسافات بعيدة السبب يرجع لان لما الجهد يزداد الطيار يقل فالطاقة المستهلكة في الاسلاك تقل وبالتالي يحدث ايضار في الطاقة الطيار المتردد يمكن تحويله الى طيار مستمر يمكن تحويله الى طيار مستمر الطيار المتردد مستمر لهم نفس التأثير الحراري ونفس التأثير الضوئي الميتر الحراري يستخدم في قياس شدة الطيار المستمر والقيمة الفعالة للطيار المتردد فكرة عمل الميتر الحراري هو التأثير الحراري يعني عند مرور طيار يسخن السلك وتمدد ولذلك نستخدم سلك من البلاتين والاريديام نظرا لمقاومته فعند مرور طيار ليسخن ويتمدد بمرور طيار والخيط الحريري لكي يشد سلك البلاتين عند تمدده ليعمل على دوران بكرة ملساء وذلك بواسطة سلك زنبوركي الذي يشد السلك عند تمدده ومعه المؤشر التدريغ غير منتظم لان الطاقة الحرارية المتولدة تتناسب طرديا مع مربع شدة الطيار فإذا زاد الطيار للضعف فإن الطاقة الحرية تزيد أربع عم سالها وهكذا إذن التدريغ غير منتظم المؤشر يكون من الألمونيوم عشان يتميز بأنه خفيف الوزن ويسهل حركته ففكرة العمل عند مرور الطيار يسخن سلك البلاتين فيتمدد مما يؤدي إلى حركة البكرة ودوران المؤشر إذن عند مرور الطيار في سلك البلاتين والإيريديام يتمدد سلك البلاتين فيشده الخيط ليحرك البكرة ومعها المؤشر المصنوع من الألمونيوم الخفيف على تدريغ غير منتظم طيب وعند انقطاع الطيار طبعا يتقلص السلك ويتحرك ويشده الخيط الحريري أيضا كما تلاحظ ليعود مرة أخرى إلى صفر إلى صفر التدريغ عيوب الأميتر الحراري تلاحظ أن حركة مؤشره بطيئة لأنه يحتاج إلى وقت لتسخين السلك وذلك عند مرور الطيار الكهرابي رقم اثنين يتأثر بالعوامل الجوية ولا ينطبق أحيانا مؤشر على صفر التدريغ لأن لو فرضنا أن الجو بدأت حاراته عالية يتمدد سلك البلاتين حتى في حالة عدم ممرور طيار كهرابي وبالتالي هذا يفسر عدم انطباق المؤشر أحيانا على صفر التدريغ وللتخلص من هذا العيب نقوم بتثبيت سلك البلاتين والإيريديم على قاعدة لها نفس معامل التمدد يسبت سلك البلاتين والإيريديم على قاعدة لها نفس معامل التمدد الحراري بما تفسر عدم انطباق المؤشر على صفر التدريغ السبب يرجع لأن الأميط الحراري يتأثر بالعوامل الجوية حيث يتمدد السلك من حارة الجو ويتحرك المؤشر حتى في حالة عدم مرور طيار كهرابي وهذا يؤدي إلى عدم انطباق أحيانا المؤشر على صفر التدريغ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر